لطالما كانت تبذير سمة لضا بعض الجزائريين خاصة عند حلول الشهر الفضيلة مشتريات زائدة والتي عادة ما يكون مصيرها القمامة لكن تراجع القدر الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار جعلهم يقتنون المستلزمات الأساسية ظهر هذه تبذير نقصة أنا يشوف فيها بالصحة نقصة بس كي يقول لها الغلاء والناس تشري قيس قيس أنا وحدة من الناس أنا يشري قيس قيس لليوم هذك اللي نطيبه وقدم من ذك يرحمها ربي بس كي بزاف ما قدرناش لضيري تيما يعني ما من ناس ما يشف تبذير كما كانت تبذير؟ لا 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 الحمد لله سنة ما كاش تبذير مام الخبز كنا نشوفوا الماكلات اللي دي بله هكذا برا مي سنة الحمد لله ما كاش هنا بغا بغل العوام اللي فاتوا ما كاش تبذير الناس ولات الأسعار يعني أسعار طالعة ولو يشري قيس قيس وهذك هكذا خير أنا مثلا نشري الخبز غير قيس ما ناكل ما نفوت سوش خبزة ولا ثلاثة ولا فضل الخبز نعود نخبه ما نحبش تبذير ما نحب كل حاجة باش ما نحبش تبذير باش حب باش الميزانيات كفيني كينا خلاص آخر الشهر تكون جيست تفعل الأسعار ولا تنس دير حسابات قولك لا لا أنا ما نشريش بزاف وباش يكفوني درعهم نشري قيس قيس باش نكمل الشهر ما يستبدل ما كان ما مش يبدلو كان يشري كيلوز وش كيلو ما كانش كان يشري شحبة ثلاثة ما يبدلوش مساكن ما يلحقوش كيباش يبدلوش قيس قيس والله غير قيس قيس كان يما يجي يقول كاتيني حباتيني سحبات والله غير مسكين الله غالب ما كانش والله ما كانوا ولعل اقتناء كل أنواع الخبز بلعفة والتي تنتهي برميه في المزابل ظاهرة اختفت نوعا ما في ذل تدني القدرة الشرائية مفارقة واسعة بين القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار جعل المواطن يدرس الميزانية الشهرية والثقافة الاستهلاكية للتقليل من ظاهرة تتناقد وتعاليم ديننا الحنيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر